موسيقى بالمغرب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تؤكد انخفاض المستوى الوباء على الصعيد الوطني دوليا مالي تطرد سفير فرنسا وتمهله 72 ساعة للمغادرة وباريس تجدد التزامها بمحاربة الارهاب في الرياضة وبعد توقف رحلة المنتخب الوطني المغربي في كان 2021 استناف منافسة البطولة الاحترافية الوحيدة عمتم مساء مشاهدين نشرتنا اخبارية جديدة من كاب فانتكاتخ بيطانج أهلا بكم نبدأ كالعدة من المغرب حيث قال رئيس الحكومة عزيزة خنوش أمسيا لتنين بالرباط إن القرارات السباقية والمناسبة التي اتخذتها الحكومة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس في طار مواجهة وبايكو في التسعة عشر مكنت المغرب من تفادي وقوع نكسات أضف خنوش في تصليحة للصحافة عقب اجتماعي عقده مع الوسائل أحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لمناقشة الحالة الوبائية التي تعرفها المملكة وبعض المسجدات المرتبطة بها أن المغرب بذل جهودا كبيرة من أجل تحصين المملكة وصحة المواطنات والمواطنين كان آخرها مصنع تصنيع اللقاح المضاد لكفي تسعة عشر ولقاحات أخرى الذي ترأس جلالة الملك يوم الخميس الماضي أشغل إطلاق إنجازه ببن سليمان وبعدما توقف عند الإشكاليات التي وجهها الاقتصاد الوطني بسبب الوباء لسيما قطع سياحة والأنشطة المرتبطة به أكد خنوش على أن إعادة دوران عجلة الاقتصاد وإنعاش القطع السياحي والأنشطة المرتبطة به والرجوع إلى حياة طبعية نوعا ما يستلزبه إقبال المواطنين على تلقي الجرعة الثالثة من لقاح المضاد لكفي تسعة عشر خاصة في ظل معطيات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي تفيد بأن جل حالات الوفاة الناجم عن الوباء تسجل في صفوف غير الملقحين أو الذين لم يتلقوا الجرعة المعززة على صعيد آخر كده رئيس الحكومة المغربية عزيزة خنوش أن الحكومة ستعمل على إعداد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديد التوجهات الرئيسية للمغرب في المجال الثقافي وأنه سيتم تنزيل مشموعة من الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق الثقافية لكل المواطنين وتعزيز المشاركة الفعلية للشباب والأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة في الممارسات الثقافية وبناء وصوص العيش المشارك والتطور المجتمعي وبالمغرب دائما كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الثلاثة عن انخفاض المنحنى الوبائي بالمغرب في الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي حيث تم تسجيل 32980 أي بنسبة انخفاض للحالات بلغت أزيدا من 33% وقال دكتور معاد المرابط منسق مركز طواري الصحة العامة في تصريح نصف شهري الخاص بالحالة الوبائية لجائحة كوفي 19 في المغرب قال إن المغرب يعيش الموجة الثالثة للانتشار الجماعي الواسع لفيروس كورونا والتي أصبح تسمى موجة أوميكرون بعدما أضحى هذا المتحور يشكل 98% من مجموع الحالات المسجلة بالمملكة أضف المرابط أنه بعد مرحلة تصعودية امتدت لخمسة أسابيع ابتداء من 13 إلى 19 من دجمبر 2021 وصلنا ذروة الحالات الشديدة والتعفنات بالفيروس في الأسبوع السادس من الموجة الممتدة من 17 إلى 23 من يناير بطنجة انعقدت بمحكمة السنة فاليوم ثلاثة الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2022 بدائرة القضائية لهذه المحكمة إثر الإدن المولوي الثامي للملك محمد السادس رئيس المجلس العلى للسلطة القضائية ويعتبر افتتاح السنة القضائية تقليداً يرم التقييم الموضوع لمستوى الخدمات القضائية عرض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة ونيابة العامة بنجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية المتبع لإنشاء الصروح هو أنس العمي بعد أن أعطى السيد الرئيس أول محكمة النقد بإذن الملك السامي سنة قضائية محكمة النقد يوم الأربعاء 26 يناير شرف هنا حضور ممتين المجلس على السلطة القضائية حضرة ممتين الرئاسة نيابة العامة سيد الكاتب العام وممتين وزارة العدل في شخص سيد مدير شؤوجين العفو طيط حضرة السيد والي الجهة والسلطة الإقليمية والسادة مسؤولي القضائيين من رؤساء المحاكم وكان الملك وجميع مكوينة العدالة هي مناسبة كانت لإبراز النشاط القضائي خلال سنة 2021 الأرقام مرحكم حضرت معنا في هذه الجلسة كانت غانية بالدلالات إنه المحكمة السناف طنجا استطعت من بعد الظروف الجائحة ما عرفنا في خلال 2020 كانت 2020 صراحة سنة مميزة نتأكلم بلغة الأرقام ربما اللي تقربون من الواقع أكتر فبالنسبة للمحكم مع المسجل وصلنا نسبة 100% أي يعني لا في القضايا المدنية ولا في القضايا الجرية جميع القضايا الجديدة طيط الحال يعني تمت معالجتها بطريقة جدية وطريقة احتراما للعمر في تريد القضايا دوليا طلبت الحكومة المالية أمسي الاثنين من سفر فرنسا في باماكو وغادرت أراضيها في غدون الـ 270 ساعة ونددت بما وصفتها بتصريحات المسيئة لها من قبل مسؤولين فرنسيين ومن شأن هذا التطور يؤثر على مستقبل الوجود العسكري الفرنسي في هذا البلد الواقع غربي أفريقيا وقالت الحكومة في بيان انتلاه تليفزيون رسمي أنه تمثل عو سفير الفرنسي من قبل وزير الخرجية وتعاون الدولي المالي لإبلاغه بالقرار وفي باريز أعلنت الخرجية الفرنسية أنها أخذت علما بطرد سفيرها من مالي وقررت سحبه وجددت الخرجية الفرنسية في بيان عزم باريز على مواصلة محاربة الإرهاب بمنطقة الصحر الإفريقي وأكيدة تضامنها مع شركائها الأوروبيين وخاصة الدنمارك بعدما طردت سلطات المالية كتيبتها الخاصة التي كانت تعمل ضمن القوة الأوروبية هناك وفي الأخبار دولية دائما جدد رئيس الأمريكي جو بايدن وعيده لروسيا بعواقب قاسية وخطيرة حال غزوها أوكرانيا في وقت أعلنت في واشنطن تسلمها رسالة خطية من موسكو في حين نفت الأخيرة إرسالها وعلن مسؤول أمريكي أن بلاده تلقت من روسيا رسالة خطية تتضمن منحظات الكريملين على الجواب الخطية الذي سلمته واشنطن إلى موسكو الأسبوع الماضي الذي ضمنته ردها على مطالبه الأمنية واشراطاته لحل الأزمة الأوكرانية وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بوصعنا أن نؤكد أننا تلقينا ردا مكتوبا من روسيا من دون أن يحدد صحوى هذا الرد من جانبه نفى أليكسندر جروشكو نائب وزير الخارجي الروسي اليوم الثلاثة صحة الأنباء التي تحدثت عن إرسال موسكو للجانب الأمريكي في رد مكتوب عن المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية التي أرسلتها واشنطن في وقت سابق أقل جروشكو في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية أن هذه الأنباء غير صحيحة ويأتي الشدل حول رسالة عشية مكالمة هاتفية مرتقبة بين وزيري خارجية القوتين العظيمتين المتنافثتين الأمريكي أنتوني بلينكين والروسي سيرجي رافلوف ونختم برياضة حيث أعلنت العصبة الغطنية لكرة القدم الاحترافية مسام سيال 2 أن مرحلة الياب من منافسة البطولة الاحترافية للقسم الأول ستستنف ابتداء من يوم الجمعة الرابع من فبراير الجاري ودعت العصبة في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم دعت الأندية المشاركة في هذه المسابقة لاتخاذ التذبير اللازمة نجل استعداد للعودة للتباري يذكر أن نادي الودادة الرياضية تصدر ترتيب المسابقة بخمسة وثلاثين نقطة لها الرجاء الرياضي ثانياً بـ 29 نقطة ثم فريق الجيش الملكي في المركز الثالث بـ 24 نقطة شهدين شكراً لكم على حسن استماعكم دائماً لمزيد من أخبارنا واخبار العالم زروا موقعنا الإلكتروني كاففل كافا نلقاكم غداً بإذن الله تحية لكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة